اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبيرة هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمال على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي